ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبداً بفضل الله سبحانه وتعالى يخودها مننا أو يسيطر عليها محدش يقدر سيناء البقعة الغالية على كل مصري التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهازتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش فقد أقامت وزارة الداخلية معارضا ضخما هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية حرصا على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفضات والمعروضات موسيقى طبعا أهالي نفسينا يحتاجوا مننا أننا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها وخصوصا بمناسبة كرب حلول شهر رمضان فحنا جينا النهاردة متواجدين معهم أعملنا معرض كبير جدا لمبادرة كنا أنا واحد المعرض متواجد فيه أكتر من 500 تن مواد غذائية من السكر والأرز والدقيق والزيوت ويميش رمضان وجميع السرع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان أنا أحب أشكر الرئيس عبدالفتاح السيتي على المبادرة الجميلة وأحب أشكر الجيش والشرطة إن هما أصعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الأزمة ودلوقتي العريش بيت أحسن من الأول بكتير مفيش خوف مفيش قلق دلوقتي كلنا من إيد واحدة جيش والشرطة كلنا واحد موجودة في العريش ونشكرهم ونشكر الرئيس والأسعار كويسة وحلوة أحسن من بره بكتير طبعا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد في شمال سينة نحن في العريش تحديدا ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الأسعار والدنيا حلوة شكرا لسيد الرئيس شكرا لوزارة الداخلية شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم منافس أمان خدمة شمال سينة تمام بأقل الأسعار ومنافس جميلة وبأسعار كويسة جدا 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 تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات أنا اتفاجأت والله بيها النهاردة وانبسطت جدا أول ما شفت العربية دي إنها دي بقى متنقلة في كل مكان وديها تسهل على الناس كثير لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان جئت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاقة عائلية والتسهيلات حلوة والحمد لله والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والبطاقة الفورية الشيخ زويد جاي عشان أعمل بطاقة عائلية شكرا للوزارة الدخلية اللي جاية لنا من العريش علشان تساعدنا في الورب الحمد لله الوضع عندنا فيه الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100% وبنقدر حين ننزل نرخص عربيتنا برحيثنا وبننزل السجيل المدني وبنعمل بطاقات وشهدات الميلاد نشكر سعادة الريس ألف ألف شكرا شكر واصل من شعب سيناء للريس من هنا للريس واصل وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم في الخدمات متوفرة اللي هو الاستمارات موجودة شهد ميلاد موجودة بطاق موجود شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيجب فيه خفة عمل وزارة الداخلية وفرنا خدمات المرورة الإلكترونية دي حاجة والله كويسة جداً عندنا متنقلة في كل المكان بتتوفر علينا حاجات كتير فيه فرق شاسع من هنا من سالتين فاتوا لحد النهاردة النهاردة فيه أمان وفيه خير وفيه كل حاجة متوفرة وبنشكر سعادة الريس على المبادرة دي يعني بترفع الناس كتيرة بخصوص ان احنا داخلين على رمضان تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء طبعاً احنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة زمان ما كانش فيه عندنا أمان وكان فيه عندنا دور بنار وكان فيه عندنا حاجات مش كويسة أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان كنا منيجي ما فيش طلبة اثنين ثلاثة اربعة وأهلين ببقوا خايفين عليهم بيستنيونهم لا الوضع دلوقتي يختلف تماماً دلوقتي كل الطلبة بتنتظم في الدراسة ماما بابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقى خلاص فيه أمان بقيتاً دلاشة دايحان الوحدي بقيت دلوقتي يروح لمنبسة الوحدي فبقى دلوقتي الحمد لله فيه أمان في اللي عليش بنعرف أطفالنا أنه يعني إيه الشهيد يعني إيه التضحية اللي هو عملها بنعرفهم بأسماءهم كمان علشان مدر حياتهم يبقوا ذكرين فضلهم على البلد وعلى الأمان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كأطفال وليهم بعد كده في المستقبل بإذن الله فيه تضحيات تمت من الدولة فيه تضحيات تمت من الشعب فيه تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن مصر كل زجاج وحارة فيها عاشر كل واحد عاش محمد وهي جرجس وهي صارة مصر هي البصلة دايماً اللي بتحدد مصارة خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتجالة موسيقى كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان يعني الأول مكنناش بنطلع ولا بنجيب أي حاجة ولا بنطلع ولا بروح كافيات دلوقتي الكافيات فتحت الحاجات كلها فتحت رجي أنا أحسن من الأول بنعيش يومنا طبيعي عادي جداً بننزل الجامعة بنمرض حياتنا الطبيعية بشكل مستقر وحتين بالأمان عن زمان كتير قوي تعود الحياة إلى طبيعتها وسيرتها الأولى الخدمات تقدم بصورة ميسرة بخاصة الخدمات الشراطية الجماهيرية حيث أسنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشراطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم واللي بيزهر وبيحبيها الناس بتنمهم وعنيها ويضحب روح ويفديها على شك بلده قوة الرئيس الله الله عن المصريين لما يحبوها بكتب مثل العزين أبطل حيا أبطلوا كل واحد كلنا واحد دايماً ما بعدنا كده وإن دي استدفاع تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد الله عن المصري الله عن المصري ترجمة نانسي قنقر